المترجم للأكل من الأكل التي ستعرفت أكثر من الناس أصبح على الأكل أكثر من الناس وحسنا من الأكل هل الوليدة الطبية تأكل؟ تتعجبهم سوف نعرف هذا الشيء معك الشيء نجاش إذا المشابهين للكرام مرحبا بكم في مباشر جديد نحن نضع بيضاء بالطبع اليوم جينا عند اليوشيوبرز نجاش شكرا 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 اليوم هو بعد الفيديو الذي نجاش في قناة نجاش نجاش في قناة الفيديو الذي نجاش في قناة يهودية التي تكون من الكرعين من الكرعين واللحام نحن نجاش بعد الفكرة الأكلة كيف نجاشك وكيف نجاش أعرف الشيء الطيبية وكيف نجاش تدير أطباق الشرقية على ما أظم كل طيبية اه 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 سلام أخي كنرحب بك بثاف محبا ومرحبا بك وشكرا بثاف وشكرا كل واحد قليف حقك المزوينة ودعمني وكن شكرا كل شيء كبارك الله عليك سي ساعد مرحبا بنا عندك مرحبا أخي ومرحبا بقناة شوف تيفي وكن رحب بكم بزاف وشكرا على المتابعة مرحبا سي ساعد كليشين شابعدة قبل ما ندخلو فتشاقها كليشي دلوش الله يا ودي كليتها ومزيانة وشاهية وتبارك الله عليها وكن شكرا بزاف وكنت طييم زيان ونعمة للمرأة تبارك الله عليك الله مؤمن الله حفظك أخوي نعمة للمرأة شكرا أخوي شكرا أخوي شاهدوا غير الفيديو ديالك وشاهدوا الأكلة ديالك اللي وجدت ولو أنا ممكن ناس عارفين أن يعني حتى كنصحبوا غير وجحنا في مغرب بحدنا شكرا أخوي الله حفظك شكرا أخوي الله حفظك هذه الأكلة كانت تواجد من بزفت الحويج هي بحل قلسي الطنجية ولكن تطورات بحل الطنجية ولياهود تطوروها هذه الأكلة معروفة بليهود كديروها ليهود وأنا مرضت الوالدين والوالدة والوالد أصلا ديمتي رضيوا عليها حطيتها ولقات واحد إقبال كبير ويسولوني عليها من بره هم يسولوني أكثر هم يسولوني الأكلة السخينة اليهودية تتحدر من بزفت الحويج لماذا أسميتها؟ اسمتها السخينة ويقولون ليهود لا دافينة عندها السخينة و لادافينة وكيف تتخذها؟ وكيف تتخذها؟ وكيف تتخذها؟ مقاعدة تتغمس لا لا تتغمس وكيف تتخذها وكيف تتخذها؟ وكيف تتخذها؟ حسنا كيف تتخذها؟ من الكرعين، لحام، البيض، الحماص الزرع، البطاطة جميلة البطاطة الخرى الزبيب، البرقوق المشماش الكثير من أن تتغمس كيف تتخذها؟ ويجب أن يكون لاصوسه مع الكه هذه معروفة بها اليهود يديروها للضيافة إذا كان لديهم شي ضيف و العزيز عليهم يديرو له هذه الأكلة هذه الخشنة شاشة هذه الحمد المرقوق والجازة هذا هو الذي يديروها لفرح لديهم شي واحد وفرحوا به يديرو هذه الأكلة الساخنة اليهودية يكون فغير طبق رئيسي و الكرعين لا تديرو الحم ايه تديرو الحم ايه تديرو الحم فيها قطلك اللحم والكرعين والجاز انا درني راسي انا بغيت مشونه تقدمشها في قناة ديالك في الفيديو انا قدرت معاهم من الأول قدرت فيها يومين من الأول كيف وجدتها وكيف طيبتها وكيف باتت كطيب والغد من اللي تحطيت انا بيانت للمشاهدي الكريمين كل شيء طريقة ديالها كل شيء يشوفوها كيف بديتها وكيف ساليتها وكيف قدمتها اول أكلة يكون في يومين وكيف تديرو طيب بشكل طيب مراكسين بشكل طيب غير طيب تكون عبد الحم والحم وهي فيها بثاف ديال الحويج ولكنتها كتبتك الطيب معينتهم هما اليهود تطوروها تطوروا هذه الأكلة السخينة بالنسبة لك خشي نجاج سوف ينبغون ونبغون معك على قناة ديالك مرحبا نجاة البنج نجاة البنج كيف نوع المحتوى التي تضع فيها وهذا الشيء للطياب وكان عارفوا أنك أسرة شبارك الله فيها زوج فيها ابن وكذلك لديك عمال خرب كيف تشوفين هذه الأمور هو ساعد معاونك في هذا الشيء هو صراحة جوش ديالك يعاوني يعاوني في كل شيء حيث أنا عندي الوليد شوية عيان وما نجيش بكري وما نخرج بكري فصراحة يعاوني في أي حاجة ما زال أنا كنت تقلق وهذا هو دائما يقول لله أغرب شوية أنا سوف ينبغون هذه صراحة الله لم يعاوني وردات الميبتها هي معاونة هنا بالنسبة لكيف تقسميها بين العمل على بره والعمل في الدار ولا بدا كان نعطيها وقتها والخدمة ديال اليوتيوب تنعطيها وقتها والدار تنعطيها وقتها يعني كل حاجة كل حاجة تنعطيها وقتها بالنسبة لأي مرة يجعل الموضوعنا الرئيسي وهي الأكلة الناس تسولوك عليها بثبت الناس تسولوك عليها بثبت الناس تسولوك عليها بثبت الناس ديال بره بثبت ماذا قالوا لك كي يقولوا لي كنت درتها بالفرنسي يعني درت على هذا الهدرالي تنهدار وش شرح وذلك الشي يقول لي حسن ديري بالفرنسي باش نفهمه كتر باش نفهمه كتر باش نفهمه كتر اكلها زوينة ولدها قهرة ما غادش يبقى يتفرق عليها ورح نتعاوننا عليها وحنا أنا كنساعدها وهي تاييرا كتختم شوية وانا كن ندير معا الخاطر هي كتخد من بحال مثلا دبا كانت هي خدامة جا تخدامة جا تخدامة جا تخدامة على القناة دياله أنا كن نقوم بالواجبات مثلا ندري راجع مع الدري راجع مع الدري راجع مع الدري طيب شي حاجة باش نناكلوه مهم تعاون مهم تعاون مهم كانت تعاونوا مع بعدياتنا والحمد لله غادنا موفقين في القناة دبا موفقا في القناة دياله والحمد لله يكمع لها دروري 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 من الدعم لما كانش الدعم ديالي أنا وداره ما غدشت أنا أصطنع إني دعمتنا لولا وأنا دابا وأصطنع دابا أنا ما زال كندعمها كيف تكون الزواج تكون كويسا وراء مدة 17 عام دابا إن شاء الله الزواج مزيان مفاهمة مزيانة مهم ما كانش مشاكل بناتنا هي المشاكل الأروري تكون المشاكل ما بين الزوج والزوجة واني ما شدك المشاكل الكبيرة ما إنما زواج زوين شبارك الله سعد بالنسبة اللي كان عرفو أن التعاون زوين يكون بين الزوج والزوجة أي يعني اللي كانت تعاون بزار ديال المسؤوليات اللي اللي هما كيبقاوا ولكن كشقول بها كيلي هازم ما هي الحمال وكين نعم دابا هذي دوتي فهد أنا قد نجاوبك على السؤال دابا هي قلتي التعاون مزيان نحن دابا نهار بدين الزواج يعني بدين متعاونين احنا أول مرة كنا غير كارين ومع المدة والتطورات وبقائنا إياك نخدم شوية ونخدم شوية ومعاونين وسهلنا الله وشرين هذه الدويرة والحمد لله دابا نحن مستقرين والحمد لله بخير وعلى خير ما كانت شي مشكلة المهم الزواج غد هو ذاك الأمور غد مزيانة الحمد لله شبارك الله عليكم أخشي ناجا ترجع عندك كلمة أخيرا اللي شبغيش قتمع الجمهور وكذلك الناس اللي بغو يدخلوا القناة ديالك شنو شنو يبش يقلبوا عليها وكذلك الناس اللي بغو يطيبوا هذي الوجبة هذي اللي دارت شبالبنز وكذلك الناس اللي بغو يطيبوا شنو شبغيش قول ليه أولا كنشكرك محبا وكنشكر أخويا راشيد كنشكره بزاف راشيد المعروف راشيد الكازاوي الفنان ديال كبير وكنشكر المشاهدين كاملين اللي تعاونوا معي في القناة اللي دعموني داروا ليالايك داروا جيم المشاهدين ديالي المتتبعين ديالي تنشكرهم كاملين والناس اللي غايدخلوا عندي جداد مرحبا بهم كاملين وتنشكرهم كاملين وكنشكر الوالدة والوالد ديما تيرضيهم معايا وديما البومي اللي يخليهم لي يا ربي وتنشكر الجوج ديالي اللي هو وتاج فقراسي اللي دائما معايا في اي حاجة في الحارة والحلوة وهذا كهو كمسبلية انا كجوج كأخ كأب أنا جوجي في كل شي فيه الوالد ديالي فيه الاخ ديالي فيه الجوج ديالي في كل شي وعندنا واحد دوليد وكانت تعاونوا عليه والله يخليه لينا والله يخلي ليه الوالد والوالد ديالي تعمرهم وتنشكر الاخ براهيم اللي في مجموعة تنوير تنشكره من هذا المنبر وتنشكر صاحبتي كريمة هي اللي قالت لي تبارك الله زعمها نشط فيها بزاف وتنشكر كل واحد وكل واحد تدعمني بشي حاجة تنشكرهم كاملين وهذه السخينة اليهودية اللي يجربها لا يستغنع عليها سوف ينسوي الكوسكوس سوف ينسوي البساطل سوف ينسوي السؤال تقريب الفلوس ماذا يأتي كيف يمكن أن أجد الأكل هذه هو الفلوس على حسب الأكل سوف تتوجد لديه مرة تنسوي لديه مرة تنسوي لديه مرة لديه مرة لديه مرة لا 100 درهم لا تقعد 3 مئة درهم إذا كانوا عائلة عندك الناس 300 درهم تلعى 500 درهم 500 درهم 500 درهم يقومون بخيرة عشرة الناس يقومون بخيرين عشرة الناس؟ عائلة قلنا عائلة ستكون مخيرة أعراضها تكون مخيرة أخيرا 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 سمحي لنطولنا الأكلة الشرقية والذي نرى اليوم إقبال كبير من عند المغاربة وشبنانين مختلفين على الطبخ المغربي ما كنت تفعله أنا أخي مصح كنت تفعل طيب الشرقي وبدأت تفعله إن شاء الله يطلبوا للناس لنطولنا أخفت لنكونوا لأنهم لديهم أكلة ولكن المغاربة يريدون أن تريدون ذلك لأنهم لديهم حلقة الفتوش فتوش كما تريدون وأنهم لديهم لديهم يريدون أن تغماث لا يريدون أن تغماث وإن شاء الله إلا طلبوا لي المتتبعين ومشاهدين على الرأس والعين نضعهم الشرقي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك وشكرا لك شكرا لك وكمتاقكم شاء الله مباشرة أخر إلى اللقاء